اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل هذا قاعدين نقوم به خدمة للمصلحة الوطنية خدمة لشعب توليس وان شاء الله نكون عند حسن الظن حسن ظن الجميع الشيء الثاني هو الوضع العام في البلاد وما زال وجود جيوب ربما انخرام امني جيوب عدم استقرار يهدد بعض المؤسسات احنا نقول في التكتل وان بقدر ما ندافع على التحركات المشروعة للشعب التونسي والنقبيين والعمال بقدر ما ننبه وان المسار الديموقراطي في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة يلزمنا نحط طوله هو الاولوية ونعطيهه الاولوية وان كل ما يهدد هذا الاستقرار وهذا الامن يهدد كذلك مكاسب الثورة المجيدة اللي بشاهد ضحيتها مئات من شباب تونس اللي نعزوه ونعتزو به الشيء الثالث وان التكتل اضافة الى التحركات متاعه الميدانية وزياراته المكثفة الى الجهاد واضافة الى الاعداد السليم والمتواصل لبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي كذلك تحرك في الدفاع عن المهاجرين التونسيين اللي ضحاوا بحياتهم ولقاوا انفسهم في البحر للوصول الى الغرب الى اوروبا مشيت من فرنسا في الاسبوع الماضي وقدمت رسالة احتجاج الى الرئيس ساركولزي ودعوتوا الى التعامل باكثر احترام لعقوق الانسان واكثر احترام لكرامة المواطن التونسي خاصة وان تونس يعني اليوم ترزح تحت وطأة عشرات الالاف من المهاجرين اللي جاءوا من ليبيا الشقيقة ليبيين تونسيين يعني اللي كانت عندهم شغل جاءوا بعشرات الالاف وتونس يعني تستجيب الى هذا الوضع الدقيق بكل اريحية بكل شجاعة وبكل كرم احنا نتمنى وهذا ما قلت في الرسالة ان تتعامل معنا اوروبا وخاصة فرنسا بشكل يحفظ كرمتنا ويحفظ خاصة مستقبل العلاقات بين البلدين وفرنسا واوروبا قادرة باش تتعامل مع المسألة هذه والمشكلة هذه باكثر مرونة واكثر انسانية وخاصة مع اقتراح ان يقدم لهؤلاء المهاجرين اضافة الى الاستقبال اللائق التكوين اللي ممكن يكون اداة لدخولهم الى شوق الشغل سواء كان في فرنسا او الى تونس اذا حسب ارادتهم وفي اطار حرية الاختيار الكلمة الاخيرة اللي نحب نقولها وان تونس تعد الى محطة هامة في تاريخها انتخابات 24 جوليا التكتل حريص على احترام هذا الموعد لانه حريص على بعث مؤسسة لها الشرعية اللازمة في اقرب وقت ممكن وسيدعم هذا الخيار ويتمنى وان المرحلة هذه تكون مرحلة امن وتمأنينة مرحلة استقرار للمؤسسة الاقتصادية مرحلة انتلاقة جديدة للدورة الاقتصادية في صالح الوطن في صالح الشعب التونسي وخدمة لهذه الثورة المجيدة ومرة اخرى الليد في الليد نبني تونس الغد اشتركوا في القناة